صحيح إن بيسان إسماعيل من أكتر المؤثرين شهرة على السوشيال ميديا في الوطن العربي إلا إن ارتبطها بالتيكتوكر محمود ماهر زود شهرتها مفيش حدث بيتم دعوتها لي من غيره الاثنين بقوا السناء المفضل لكتير من الإيفنتات والسهارات في مختلف المجالات بس اختيارات بيسان لإطلالتها المتحررة دايماً بيعرضها للانتقادات لكن المرة دي اختيارها وقعها في موقف ولا عمره خطر على بلها بيسان ومحمود كانوا مدعوين لحضور إيفنت في أحد فنادق دبي وفي الوقت اللي تقلق فيه محمود ببدلة كلاسيكية سودة في مونتاز شياكة اخترت بيسان فستان فضي براك وصير جداً وانتعلت حزاء زود طلتها ونوسى وجاذبية دخل الحبيبان المكان بكل ثقة وكل الأنظار بقت عليهم لحد ما فجأة اتحطت بيسان في موقف لا تحسد عليه واحدة من المدعوين قربت من بيسان وقالت لها فستانك حلوة قوي واتضح إنها بتهذر معاها لإنها لابسة نفس فستانها بيسان اتصدمت ولقت نفسها وكأنها وقفة قدام المراية حاولت تخرج من الموقف بالهزار والضح وقررت تشارك متابعيها تجربتها المحرجة ونشرت مقطع فيديو بيجمعها بالبنوتة إن صادف واختارت نفس فستانها احتفالية تانية حضرتها بيسان مع محمود اخترت لها فستان مكشوف الكتفين ومشقوق لأعلى وكالعادة ما زلمتش من هجوم متابعيها لنصحوها بالتقليل من جرئتها في اختيار إطلالتها إلا إنها في الاحتفالية دي قبلت النجمة السورية سوزان نجم الدين اللي هنتها على اقتراب معاد حفل خطبتها وقدمت لها هي ومحمود نصيحة ذهبية لزواج ناجح سوزان قالت لهم أهم حاجة احترموا بعض كل واحد يقدر موهبة التاني ويساعدوا على النجاح حفل خطوبة بيسان ومحمود الرسمية يوم 17 مايو المقبل دعولوا مجموعة كبيرة من مشاهير السوشيال ميديا ووعدوا كل متابعيهم بكتير من المفاجآت اللي هيشهدها الحفل كلام كتير تقال على صغر سن محمود لأنه بيبي فيس وتعرض لحملة سخرية كبيرة على السوشيال ميديا بمجرد نشر صور خطوبتهم وتوقع البعض إنه يكون أصغر من بيسان وده الحد ما وضح محمود إنه قد بيسان فهم الاثنين من موليد مايو 2003 وده خلافا لكلام اليوتيوبر السورية اللي سبق وأكدت إنه أكبر منها بسنة محمود جزوره سورية بس طول عمره عايش في تركيا ودرس هناك اللغة التركية ومن هناك اتنقل مع أسرته على دبي بدأ يدخل عالم السوشيال ميديا من وهو عنده 14 سنة وحاليا بيتخطى عدد متابعينه على التيك توك حاجز الخمسة مليون وبالإضافة لشغله كعارض أزياء وتيك توكر فهو عنده بيزنة خاص وهو تجارة السيارات قصتين حب عاشهم محمود في تركيا إلا إنه بيعتبر بيسان أول حب حقيقي في حياته صديق مشترك بين الاثنين جمعهم بالصدفة في أعدة لطيفة لكن من أول نظرة حصلت شرارة الإعجاب بينهم اتبدلوا أرقام التليفون وقضوها مكالمات ومقابلات على مدى 8 شهور وتقرب محمود أكتر من بيسان لما تعرف على عائلتها وخرج مع والدتها وأخوها في سهارات عائلية لطيفة لحد ما وصل مع بيسان لقرار الارتباط الرسمي العلاقة العطفية الوحيدة اللي عاشتها بيسان قدام الكاميرات قبل ارتباطها بمحمود كانت قصة حب عاشتها مع اليوتيوبر أنس الشايب اللي كونت معاه سنائي قوي استغلوا في كتير من الفيديوهات اللي حققت لهم مشاهدات قياسية وفي الوقت اللي كان الكل مستني خبر خطبتهم أعلنوا انفصلهم بشكل مفاجئ بعد علاقة استمرت سنتين وعملوا أنفولي لبعضهم وعن سبب انفصلهم قالت بيسان خلافات شخصية بعيدة عن شغل السوشيال ميديا أما أنس ففاجئ الكل وكشف السبب الحقيقي بعد حوالي سنة على انفصلهم وقال كانت عايزاني أفضلها على أمي ووضح أنه حب يحقق لأمه حلم العمر بأن يكون عندها بيت ولما قدر يجمع أول مبلغ كبير من شغله كرر يعمل لها مفاجأة واشترى لها بيت باسمها وهنا اعترضت بيسان وطلبت أن البيت يكون باسمها كنوع من التأمين لعلاقتها به ولما رفض وصلوا للانفصال